يقول الوالدة أحيانا لما تصلي سواء الفرض أو السنة و مثلا يرن الجوال عندها و يدق الجوال عندها يقول بس فقط تشوف الرقم و تنظر فيه يقول ما حكم صلاتها أبو عبد الله بارك الله فيك و بارك الله في الوالدة صلاة صحية صلاة صحية في القول الراجحة لأن بعض العلماء يبطل الصلاة إذا الإنسان قرأ شيئا في الصلاة يعني يقول مثلا قرأ شيء في الصلاة مثلا يقول هذا أتى بشيء ليس من أعمال الصلاة لكن الراجح بأن الصلاة صحية لكنها ناقصة لازم عبد الله لازم عفوا والدتك لازم تنتبه لصلاة لازم تنتبه لصلاة و وش الداعي يا أبو عبد الله أن الوالدة تحط الجوال عندها الإنسان إذا جاء يصلي يجب علي أن يتفرغ من كل شيء إلى هذه الصلاة الصلاة خير موضوع الصلاة فيها شغل شغل الصلاة ما هو عبادة لله صلة بين العبد و بين ربه الآن نحن بالكاد الواحد يحصل جزء بسيط من الخشوع وشلون نجيب مشوشات و مشغلات عندنا الآن نقول للناس إذا جيت تصلي يحط الجوال على الصامت أو طف الجوال أو أبعد الجوال عنك إذا كنت في البيت مثلا حتى لا يشوش عليك صلاتك الآن الناس بالكاد يحصرون على شيء أغلب الناس ما عنده خشوع يزيد الإنسان على نفسه و يجيب جوال فلذلك ما أستطيع أقول أن صلاتها باطلة صلاتها صحيحة لكنها ناقصة أجرها ممثل أجر إنسان يخشع في الصلاة و يعني يحاول قدره مستقيم يستجمع قلبه و يستجمع نفسه و يحضر في الصلاة بكليتيه قلبه قاربة في الصلاة فرق بين هذا و بين شخص ينظر فيه يعني الجوال أما والله إذا كان الوالدة في حالة طارئة و عندها والله موعد اتصال ضروري ضروري مثلا و حطت الجوال تبغى تتنبه يعني هذه معذورة أما ما في ضرورة ولا حاجة فقط مجرد جوال لا نبه الوالدة الله يحفظها و يبارك فيها و يطول عمره على الطاعة تبعد الجوال عنها وقت الصلاة